تعد مدينة حلب من أكثر مدن الشرق الأوسط غنى بلا ثار وتحتوي المدينة على أكثر من 150 معلما أثريا تؤرخ لحقب عدة مرت على هذه المنطقة قلعة حلب تعد من المعالم الأكثر أهمية ويعود تاريخ إنشائها للألف الأول قبل الميلاد وتقع وسط المدينة القديمة وتتميز بضخامتها وتعد من أكبر القلاع في العالم كما شهدت أهم أحداث الشرق من عصر الأراميين مرورا بالعديد من الحضارات وحتى العصر الإسلامي وبحكم موقع المدينة الاستراتيجية كانت حلب ولا تزال مدينة تجارية بامتياز ومن ثم تقع فيها مجموعة من الأسواق الأثرية تتجمع تحت مسمى سوق حلب الأثري ويبلغ طوله نحو 16 كيلو مترا ويضم مجموعة من الأسواق والخنات مثل سوق خان الحرير هذا السوق اسمه يدل على دوره ويعود تاريخ إنشائه إلى القرن السادس عشر الميلادي إضافة إلى سوق النحسين الذي بني عام 1593 ويعتبر اليوم مركزا لصناعة وبيع الأحذية العصرية كذلك يوجد أيضا في حلب خان الشونة هذا الخان يعتبر حاليا مركزا للصناعات الحرفية اليدوية كما تتميز المدينة بغناها الثقافي وتنوعها الديني وتضم العديد من المعالم الدينية كالجامع الأموي الكبير هذا الجامع المتميز بني عام 715 من الميلاد وتمت إضافة مئذانة له في القرن الحدي عشر وله أربع واجهات تتميز كل منها بشكل مختلف وتعرض الجامع لعمليات تخريب إبان الغزو المغولي عام 1260 وكذلك كنيسة الشباني في حي الجلوم هذه الكنيسة بنيت في القرن الثاني عشر وتستخدم مركزا ثقافيا وعملت السلطات المختصة على تحويل بعض المنازل القديمة إلى مراكز سياحية كدار زمرية التي بنيت نهاية القرن السابع عشر من قبل عائلة زمرية وتم تحويلها إلى فندق وللأسف لا يعد سوق حلب التاريخي هو الموقع الأثري الوحيد الذي سقط ضحية للفوضى والعنف في سوريا فلقد تم تدمير بعض الحصون التاريخية التي تعود لقرون ماضية فضلا عن تحول البعض الآخر إلى قواعد عسكرية ترجمة نانسي قنقر